عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة موقف توافر السلع في الأسواق والاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المعظم وذلك خلال اجتماع بحضور وزير التموين وعدد من المسؤولين أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لتدعيات الأزمة العالمية خاصة على أسعار السلع وكذل الوقوف على استعدادات الدولة للتأهب لشهر رمضان الكريم من خلال توفير احتياجات المواطنين في المنافذ بالأسعار المناسبة وشدد رئيس الوزراء على أن اهتمام الدولة الأول يتمثل في توافر السلع مع وجود سعر عادل ومعلن لكل سلع على أن يتم تحديد ذلك من خلال اللجنة المشكلة من الجهات المختصة بالغرف التجارية والمصنعين وهي المسؤولة عن إعلان الأسعار وعن تحديثها